فالزراع عايزة ايه؟ الزراع عايزة مية وفر لها مية بشكل كويس عايزة قهربة ففي تنبيع ده حصل بقى ازاي؟ وفرنا المية بشكل كويس ازاي؟ احنا كان عندنا مشروع تصلاح 700 ألف فدان ده ازاي قدرنا نوفر أو الدولة ازاي قدر توفر المية لري المهم؟ بمهم هذه المشروعات لما بنقول احنا الوقت احنا عندنا خطة أساسية في الدلتة بتتعمل اللي هي مشروعات تطوير وتحديث الري ان انا اقدر ادبر مية عشان استصلح ارض جديد النهاردة في نفس الوقت ان انا بدأت تاخد الماء اللي كانت بتطرمي في بحر المصر في بحر البعر فدي كانت بتطرمي في البحيرة انتخذتيها وعملتي لها معالجة لان انا كل فدان عشان هستصلحه انا محتاج خمس تلاف متر مكعب مية فبالتالي جمعت كل مية الصرف زائد مية النيل اللي انا بوفرها من عمليات تحديث منظومة الري بجمع كل هذه المية عشان اقدر ادبر هذه الموارد المائية فبقى عندي ما نقولت كده في محطة المحسمة اللي موجودة بتقدر تديني مليون ومتين وخمسين متر مكعب يوم محطة بحر البعر خمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب يوم الكمية دي من المية زائد عندي مجموعة من الابار زائد حصاد الامطار اللي موجودة وانت عندك سحل الشمالي في العريق من العريق في سينة كله دي منطقة ممطرة فطبعا بتعتمد على المياه الجوفية وكانت الزراعة في العريق كل الامور دي كانت بتعتمد على المياه الجوفية فانت هنا تنمية هذه الابار وحصاد الامطار بتساعد كجزء من منظومة توفير مياه لمشروعات الاستصلاح فانا بقول ان انا محتاج مياه بدبر مياه عندي بدبر كهرابة طاقة كهربائية لانه لو بفيش طاقة كهربائية مفيش تنمية طرق وخدمات فاشوف حجم الطرق النهاردة عندك محاور تنمية تلات محاور أساسيين لتلات أنفاء كبار زائد عندي أنفاء كبيرة حولت المياه المياه اللي راحل سنة دي منين فها من خلال الأنفاء والأنفاء دي تحت قناة سويس فدي بنية انفرس راكش فالدولة هنا حطت في خطة لثمان سنين اللي فاتهم أكتر من استثمارات فوق السبعمائة مليار جنيه اتحطت عشان تعمل كل هذه المشروعات سواء كانت مشروعات صلحة الأراضي أو محطات أو طبطين الترع اللي موجود عشان تنشئ هذه المشروعات محطات المياه كل الأمور دي الهدف الأساسي هو إيه؟ أن أنت تعمل زراعة عزيز الزراعة بتعمل إيه؟ بتغطي جزء من احتياجات سكان سواء كانت محاصيل استراتيجية أو جزء من المحاصيل التصدرية يعني النهاردة لما بنقول سينة تتميز بإنتاجها من الزيتون أو زيت الزيتون الزيتون المائدة أو زيت الزيتون وأعتقد الجودة بتاعته على مستوى العالم زائد عندي من الخضار والنباتات الطبية والعطرية يعني هذا بحقيقة يا دكتور علي الأمن الغذائي وكمان بيبقى فيه فائد للتصدير طبعا ده الهدف الاستراتيجي ده بشكل استراتيجي زي ما حركت قلت طرق الزراعة في سينة كمان يعني إحنا بنشوف توجه دلوقتي من وزارة الرأي ووزارة الزراعة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في ترشيد المياه طبعا وإحنا شايفين مشاريع كتيرة جدا فيما يتعلق بترشيد المياه واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في الرأي وحدثت أستاذ متخصص في المياه عشان أوفر هذه المياه ويبقى فيه كمان زيادة وكفاءة إنتاجية للمحاصيل الزراعية إزاي بنطبق هذه التكنولوجيا في سينة